في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة أعلن التلفزيون الإيراني أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لمسيرات انتحارية في أجواء محافظة أصفهان الواقعة في قلب إيران ومدينة تبريز شمال غربي البلاد وتأتي هذه الضربة ضمن إطار ما يعرف بالرد على الرد بين إيران وإسرائيل وحتى هذه اللحظة تغيب الرواية الرسمية الإسرائيلية وحتى الأمريكية بينما في الرواية الإيرانية تحدثت وكالة الأنباء إيرنا عن استهداف الهجوم المنطقة المحاذية لقاعدة شيكاري الجوية التابعة للجيش وذكرت أنه تم التصدي له بمضادات أرضية على ارتفاع منخفض جدا حتى أن تقارير التلفزيون الإيراني قللت من أهمية الهجوم وكثير منها لم يذكر الكيان الصهيوني وهو الإسم الذي تستخدمه إيران في وصف إسرائيل إخواننا في الدفاع الجوي تصدوا لمسيرات صغيرة هاجمت الأجواء في أصفهان دفاعاتنا تعاملت معها بقوة وحزم وعالجت هذا الهجوم بكل بسالة وشجاعة الكيان العبري التزم الصمت إثر الهجوم ورفض جيشه التعليق غير أن وسائل إعلامه رجحت أن تقديرات الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن الهجوم على إيران انتهى لكن إسرائيل تحافظ على تأهب عال ويعتبر هذا الهجوم أحدث ضربة متبادلة بعد مقتل سبعة ضباط إيرانيين في غارة على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأمر الذي أثار مخاوف من تحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي واسع ورغم أن إسرائيل لم تؤكد مطلقا أنها كانت وراء الهجوم الذي وقع في الأول من نيسان إلا أن الرد الإيراني أتى عبر مئات الطائرات المسيرة والصواريخ ويبدو أن رد فعل طهران يشير أيضا إلى أنها لا تريد أن يتطور الرد المتبادل إلى ما هو أكثر من ذلك وفي أول تعليق من مسؤول إسرائيلي على ضربة أصفهان وصف وزير الأمن اليمني المتطرف إيتمار بن كفير مجرى بالمسخرة